السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير على خير وأحوالكم طيبة ومرحبا بكم من جديد في قناتكم مطبخ حليمة الفلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم إن شاء الله غري نحضروا مع بعض كيك سميدة أو حرشة كيك أو كيك حرشة مهم كتجي هائلة جدا خفيفة ولديدة مضاقها مميز وسهلة في التحضير كتتوجد بسرعة وشكلها رائع جدا بقوا معي نشوفوا تفاصيل تحضير ديالها من أول هالفيديو للآخر ديال غنحتاجوا أولا في جبانية بيضاء واحدة تكون حجم كبير بيضاء تكون حجمها كبير إلا كانت عندكم صغيرين ديل وجوج مع نصف كاس ديال السقار إلا ما تبغيش الحلوة كتو أتسقيها من بعد بالعسل فاقللوا إلا بغيتو شوية ديال الملح طبعا دائما مع الحلويات وكان خدموا هاد المكونات غير بالطراب اليدوي فقط ما كان استعملوش لا طراب لا خلاط غير بالطراب كان حاولوا ندمجوا مكونات مع بعضها وها هي واجدة سوف نشوفوا الخليط أرجع يعني بالسقار بدك يدوب كنضيفوا كاس اللارب ديال الزيت أو أكثر من كاس اللارب تقريبا وحد مياه واربعين أو مياه وثلاثين مليتر مش مشكل يعني مش ضروري تكون ديك المقادير مضبوطة مياه في المياه اللي عندها الميزان أولا أولا الكأس المعياري ديال مياه وربعين حتى المياه وخمسين مش مشكل طب هنا هنديرو الجوج كيسان عامين مزيان ديال اللبن 400 ميليليتر الليدرت كما كتلاحظو أنا استعملت اللبن ديال العلبة يعني متوفر عند المقال إلى ما كانش ممكن تديرو الرايب الرايب اللي كيتبعته هو بحل الشرقية بحال يعني كيكون كتوا في علبة أو نعودوه بالحليب ولكن باللبن كيجي رائع كيجي زوين بزاف طب غادي نخلطو كذلك بالطرب اليدوي وغادي نضيفو مع القا كبيرة ديال المربا أنا استعملت مربا ديال كونفيتير يعني كت عندي بارد في تلاجة فبالأحسن إلا كانت سائلة نحاول بهات الشكل ندمجها يعني كتعطي ديال التعليكة ومعلقة تكون عمرة مزيان معلقة كبيرة عمرة مزيان ماشتوا معايا قليل من خميرة ديال الخبز أنا ديس عملت هنا يا حبوب ممكن ديلو حتى المعجونة وكل المعجونة حاولوا تدوبوها مع اللي بنا عد زيدوها من الأحسن هادي اللي يحبوب كأس ديال الكوك أو جوز الهند وجوج كيسان ديال السميدة يعني أنا عبرهم من قبل جوج كيسان وطبعا نغرب لهم أنا غربلتهم عبرتهم وغربلتهم وغاد نخلط كذلك بالطراب اليدوي يعني موجدين من قبل حدانة المول اللي غنديرو فيهم الدهون بالزبدة ومرشوش إما بسميدة إما بالكوك والأحسن بالكوك كيجي لونها أحسن باش غير تنخلطو مباشرة وهي مازالة خفيفة كنوضعوها في المول عاد كنخليوها في المول ترتاح وتشرب في الآخر حتى كنخلطو كنديرو واحد المعلقة ونص تدوج معالق ديال عاصير الحامض قمت بتوفر حاليا فكيجي أعطي لهم الحموضة مع الحلاوه ويجي زوينة بزاف صافي هنا يوم مباشرة غادي ندروها في المول كيف قلت لي منزل الزبدة ومرشوش بالكوك أو لا بالسميدة نكون موجدين من قبل باش ميت كون بحالها كخفيفة كتوزعوها بسهولة عاد نشعلو الفران باش يسخن ووك نخلي واهية و تجمع رأسه لكي يصلح و نزينها و نضع لها اللوز من الفوق و تجيز بينه و يمكن تضع للي بغيته يبقى اقتراح فقط و لكن بها اللوز ايفلي او حتى الكوكاو ماشي مشكل كتجي رائع سوف نوزع فوقنا هذا كله سوف يكون كمية قليلة و لكن حتى كما رحضت هنا بدأت تتقال نقلب انها اتقالت لنا سوف نعرف انها خصنا نزيد لها الاضافة من الفوق و ندخلها الفران مسخن تطيب طيب الكيك تماما عفيا مهيلا طيب على خطرها تتحمر من الجوانب و من التحت و أعدك تتتتتتتحمر من الفوق إليك لقد كنا عدنا الفران كوزع الحرام مزيلا فهي من التحت كتكون شعلين عليه و كووو اصل يوصل طيب حتى للفوق ما كان شي وبنت لكم طابت و اعتى تريحتها و من الجناب تتحمرت فنهبطوها ولا نشعلوها من الفوق تتتتتتتضع من الفوق كيف كان كطيب الكيك تماماً ما تحلوش عليها وسحبكم بلكم راح ارشاء وتقولوا لا غين تطلع عليها إلا كان تطلع وحليتي عليها فاتعة وتثبط وديكم من تقصام الداخل كامل الكيك تماماً ونرجعون نشوفوها بعد ما كطيب مباشرة ويا سخونة كان نخرجوها من الفران وكان ندهنوها إما بالعسل إما بالقونفيتير يجي أحسن في الماداق طبعاً نضرت العسل وكل العسل مزيانة ممكن تطلع عادية او كونفيتير ديال اللي مش مش مشي اي كونفيتير طبعاً إما كان ندهنوها او بحالها تشكل إلا كونفيتير طبعاً غندهن العسل بحالها كخفيف فكنوزعوه من الفوق ما حدا سخونة كتشربوه أنا غنعود نرضى الفران مازال سخون وطافي تزيد شرب صافي وكتكون جاهزاً نخليها تبرد ونقدموها كتشي رائعة كيف كونت مختلفة على الكيكو على الحرشة وداقها الديد بززاوه واختلفة كذلك على البسبوسة وماشي بسبوسة ميكتبرد تماماً كنحيدوها من المول ديالها وكنقدموها كيف ما كتلاحظو عن قرب كيفاش كتشي من الداخل أكيد خفيفة كتدوب في فرنة كبيراً ونزيدا بسبوسة الناس اللي مات يبغيوش الدقيق الأبيض في الكيكو جربوا بهالطريقة وكيتشرب ذاك العس لكي ما رحتو كيتخليها لداخل ونقرب عليكم باش شوفوها كيفاش كتجي من الداخل ونجيب لكم القطعة الاكبر كدلي كنتشوفوها كدفي شيشة ولديدة وسهلة كما رحتو وكتستحق انكم تجربوها نشكركم دائما على الدعم والتشجيع ديالكم والى اللقاء في فيديو وفي وصفة قادمة ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة